بعد النجاح الذي حققته في المناظرة الوطنية الأولى التي كانت في 29 يونيو 2019 اليوم تكمل خمس سنين بالضبط ونعقد المناظرة الثانية لمهندسين في 2018 فعلاً بعد خمس سنواتنا التائم اليوم في أشغال هذه المناظرة الوطنية الثانية لمهندسين التجمعيين وإذا كانت المناظرة الأولى هدفت بالدرجة الأولى في معالجة إشكالية المشاركة السياسية للمهندس من جهة والتعريف بهيئة المهندسين كهيئة فاتية أنذاك من جهة ثانية فطموحنا اليوم كتجمعيين ومن خلال استحضار تحولات الحاصلة خلال الخمس سنوات الأخيرة ومن موقع تحمل المسؤولية أصبح طموحنا أكبر بعد تحمل حزبنا مسؤولية تسيير وتدبير السياسات العمومية ببلادنا لذلك كان اختيار شعار هذه الفعالية وهو المهندس المغربي في قلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية موفقاً على الأقل في الإقرار بالدور الطلائعي بالمهندس المغربي وتأثيره في الواقع الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر